اهلا وسهلا بكم مرة ثانية وسلام المسيح معاكم شلونكم شخباركم ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية هاليوم بنعمة الرب راح نتأمل عن مفهوم الصلاة شنو هي الصلاة شنو اللي علمنا بي الكتاب المقدس عن الصلاة راح نقرأ تأمل من انجيل متى اصحاح الخامس اللي هي جزء من موعظة على الجبل والمسيح بيعلم الناس بها الطريقة ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فانهم يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فانهم يظنون انه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبه بهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه الصلاة في المسيحية هي التواصل المستمر مع الرب ومن اسمها صلاة تواصل من نفس الجذر الكلمة جاية مضمون الصلاة هو ليس فقط لائحة طلبات لكن الصلاة ايضا بيها الشكر تسبيح تمجيل الله واعتراف بالله واعترافنا بعضنا بضعفنا وخطايانا والتضرع من اجل الاشخاص والظروف من حولنا اشجعك ان تأخذ هذه اللائحة واتطبقها في صلاتك من هذا اليوم المسيح علم المؤمنين ان كل ما تطلبونه باسمي يكون لكم اي نختم الصلاة دائما باسم المسيح نعيد اللائحة مرة ثانية الصلاة هي اي نعم فيها طلبات فيها شكر فيها تسبيح وتمجيد لالله وبنفس الوقت بنعترف عن من هو الله بنعلن حقيقة الله وايضا بنعترف عن انفسنا بضعفنا وخطيئتنا لالله وايضا هي الصلاة واو التضرع من اجل الاشخاص والظروف من حولنا يا رب يسوع احنا جايين فعلا بنعترف منك انت هو الله وليس اخر واحنا جايين فعلا بنشكرك من اجل احساناتك وبركاتك نشكرك من اجل هذا البرنامج يا رب انا بصلي فعلا من اجل اخواني وخواتي اللي بيشوفون انا كنت تباركهم وتكون معهم وانا بصلي يا رب ايضا من اجل الظروف اللي ننمر بيها الحلوة والمرة اصلي يا رب انك تدخل بيها احنا فعلا يا رب جايين نسبح اسمك ونعلي اسمك ونمجدك من الان وإلى الابد باسم المسيح يسوع صليك امين لا تنسى اللائحة اطبقها بحياتك والربي باركك اشتركوا في القناة